إلى ذلك استقبل المحافظ بدر الفحل مدير استخبارات وأمن صلاح الدين العميد محمود محمد والذي قدم بدوره التهاني للفحل بمناسبة انتخابه محافظا وأكد المحافظ على ضرورة تحقيق الهدف الذي رسمته المحافظة تحت شعار أمن وأعمار حيث لا يمكن تطوير الاقتصاد إلا من خلال أمن واستقرار حقيقيين مشهدا بدور الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة عموما في الحفاظ على سلامة المواطنين وشدد على ضرورة وضع خطة متكاملة لعد الفطر والعمل على تحقيق أعلى درجات الراحة والانسيابية في حركة المواطنين وتنقلهم داخل المحافظة وإلى خارجها